سلطة التشريعية وخاصة في هذه الدورة وحتى الدورة اللي سبقها أصبحت مشلولة تماما كأنها خرجت من ظرفة الإنعاش إلى ثلاجة الموتى وهذا هو هنا بيت القصيد نعم إنه هم عاجزين وصدقني يعني لو لم يكن منصب رئاسة البرلمان للأخوة السنة وكان للشيعة كان وقعنا في نفس المطب لأن اليوم الخلل واضح في كل المكونات في كل الأحزاب لأنهم أساسا لا قياديين ولا سياسيين ولا توعى وهذا يقول اللي ما يعرف هم يتعلم لكن أنا اليوم بعد 21 سنة من السياسة ومن السفر ومن الندوات ومن المؤتمرات يفترض أن تكون عندي عقلنا سياسية أدير مشاريعي اليوم ذكرت حضرتك القوانين أنا اليوم محتاج إلى قوانين مصيرية تهم مواطن تهم واقع البلد تهم أمور كثيرة سلم الرواتب أمور أخرى العقود العقود نحتاج إحنا شون نحسن موضوع يعني المساواة بين فئات ذوي الشهداء أحسنتم هذه القوانين الجوهرية والمهمة عد 800 ألف 800 مليار دولار خارج العراق ما أقدر أرجحها وأنا بال800 مليار أعيد العراق من بنائها أنا اليوم الرواتب المتدني يوم الرواتب أبو الدرجة السادس يأخذها 350 ألف في حين أبو الدرجة الأولى بعض يأخذوا الخمس ملايين هاي اليد العاملة الأجنبية لدينا مليونين بيها نعم الكثير كثير كثير من القوانين أنت تجي هسا حتى لا تلاحظ مقرارات القوانين اللي يدي بحثوها هسا نعم مشاريع القوانين مشاريع القوانين شوفها مهزنة مضحكة نعم في حين من يطلع البلد زيند استاذ علي عذرا مسألة يعني المؤتمرات الصحفية للسادة النواب في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ودائما يقولون احنا نحاول بطريقة واخرى أن نشرع قوانين تخدم صالح المواطن العراقي يعني هذه يعني ملموسة على أرض الواطن وهو موضوع يعني مؤتمرات فقط أبدا هذا شون يقول الشارع يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ تعلمه لو تسمح لي أشبه لك الواقعن السياسي أو السياسيين بفد موقف حصل مع فرعون مصر خرج إلى قومه قال أنا ربكم الأعلى فاعبدون تقول معروف هذا السالف السالفة ما عجبته بمره الشيطان شافها مو منطقية جاء الفرعون قاعد تعرضه للأهل الفراع أنا أتملحها يطوال ويسلحون بيه يجي ويسعدل بلحيته فالفرعون طرق علي الباب العفو الشيطان فرعون قاعد قال من على الباب مجاوبه الشيطان طرقه ثاني من على الباب الثالث اخترق الدخل وقف قده الفرعون قال لي قال لي عفطة عنزل في لحية رب لا يعرف من على الباب انت طلعت تقولهم أنا راب وانت الولد من بجعرفه هل سياسين أنا أقول عليهم عفطة عنز في لحية سياسي لا يقدر يدير شؤون بلده ولا يقدر يخرج لقانون بحظ ولا يقدر يتوافق مع زمينه حتى يمضينا سفينة احنا اليوم تحت امامنا عاصير امامنا منحنيات امامنا ربما تحديات خطيرة منطقة الشرق الاوسط تدخل دول الجراب بحثوا العراق الاستراتيجي العراق اليوم كثير من الاجندات تدخل بي قد يكون ساحة لتصفية الحسابات لفرض الاجندات انت قاعد تجي للبرلمان تقعد لي بالكافترية صارت الكافترية اكثر من البرلمان نفسه تدير بيه الامور وشبهات وصفقات مش وقت تتقدمونا منجزكم انا اليوم اقول لك ياهو مسؤول عن كلامي مع احتراماتنا للمكونات اليوم قادة المكون السني بعد ما لي صاروا طبعا خذوا جمهورهم يقينا هو اجز ان يجبع لخمسمائة واحد حتى بما فيهم نسابة اصدقائه في مؤتمر شرط الا ان يكون هذا المؤتمر بفلوس وبيعطايا وبيعطايا لا لا مؤنص صدبة الناس ورقه هذه ادري معقولة الناس صار الهيش كم تجربة انتخابية لا تلاحظ الخط البيانة خط البيانة للانتخابات بدينا بالستين بالمئة وصلنا اربعين نزلنا اخر انتخابات شكلت حدود ستعاش بالمئة هما رادوا ورفعوها قالوا ثلاثين قالوا اربعين اليوم الناس مذهولة وانا اقول لك الناس في كل المآحلها وفي كل اطيافها السني والشيعي والكردي اليوم اذا اجريت انتخابات صدقني ما حدا راح يروح حتى الجمهور المؤدلج ما يروح مجانا شكرا لك السيد علي